اشتركوا في القناة لأن الساعات الأخيرة فيه أخبار كتيرة جداً وأخبار مهمة بالنسبة للمرحلة القادمة الفوز على الدخلية بهدفين مقابل لشيء ضمن الأهل الحمد لله التأهل إلى الدور ربع النهاي آخر مباراة في الموسم الحالي مباراة الخميس المقبل أمام النادي المصري على استاد برج العرب بإذن الله في الدور الثمانية لمسابقة كأس مصر ثم تتوقف المسابقة نتيجة مشاركة الزمالك في البطولة العربية وتؤجل مسابقة كأس مصر بالكامل إلى الموسم القادم مباراة نصف النهائي واللقاء النهائي لكأس مصر يعني الزمالك وبراميدز والفائز من الأهل والمصر يواجه أمبي في الدور نصف النهائي هنتكلم على المباراة هنتكلم على النتيجة هنتكلم على الفترة اللي جاية كولر بيشتغل ازاي وبيحضر ازاي النهاردة عندنا نقطة محدش ركز عليها خاصة نمباراة كولر اتكلم في المؤتمر الصحفي في جزئها مهمة جدا لأن سؤال ما كانش تقليدي أنه يتسئل على فكرة استمراره أو عدم بقاءه في الأهل خلال الفترة اللي جاية كمان هنتكلم على موقف لجنة الحكام وخلال الفترة القادمة ماذا سيحدث في هذا الملف هل هناك تغييرات على أعضاء اللجنة؟ هل هناك ترشيحات لأعضاء جدد؟ كل ده بالتأكيد هنتكلم عليه وكمان هنتكلم على أحدث خبر موجود حاليا على السوشيال ميديا فكرة إقامة بطولة السوبر الأبطال السوبر المصري في أبوظابي لمدة أربع سنوات تقادمة بعد إعلان رسمي من خبل اتحاد الكرة وكمان مجلس أبوظابي الرياضي وشركة المتحدة للخدمات الرياضية من خلال هذه البطولة اللي هتنظم في شكل جديد وسوب جديد في الأربع سنوات المقبلة حالة فاكة وليسوا تفاصيل مهمة جدا ولكن عشان وقتنا نجرب سرعة ونروح لسؤال الحالة وسؤال حالة النهاردة عايز أعرف في رأيكم من هو أفضل لاعب في مباراة الأهل والداخلية بكأس مصر أمس تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنشوف وجهة نظركم مين أفضل لاعب ظهر في مباراة الأهل والداخلية بالأمس طيب نروح بسرعة لأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصري وفي ترند المحلي تشكيل جديد للجنة الحكام في الموسم الجديد وفي ترند العالمي صراع صعودي على ضم ماركو فيراتي كل يوم خبر جديد في المريكات وتحديدا في دوري روشن السعودي مع الانطلاق إن شاء الله في المنتصف الشهر المقبل دوري بموسم جديد بصفقات بتعاقدات أكيد هيكون الدوري الصعودي محط اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية والعربية نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لفقرة ترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد طيب أبرز خبر دلوقتي موجود على السوشيال ميديا بالتأكيد الاتفاق الرسمي والإعلان الرسمي من الإمارات العربية المتحدة عن اتفاق تم واعتماد نظام جديد لبطول التكاس السوبر المصري للأبطال هيتقام هذه البطولة في أبوظابي لمدة أربع مواسم متتالية اتفاق تم بين شركة المتحدة للرياضة ومجلس أبوظابي الرياضي يمكن الاجتماع شهد حضور الأستاذ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظابي الرياضي الأستاذ سيفي الوزيري رئيس شركة المتحدة للخدمات الرياضية الأستاذ خالد درندلي نائب رئيس الاتحاد الكورة وأمين السندوق وكمان في وجود المهندس الدكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكورة والأستاذ سهيل العريفي المدير الفعليات في مجلس أبوظابي الرياضي يمكن منذ قليل زي ما انتوا شايفين الصورة معنا على الشاشة وجود طبعا كل السادة المسؤولين في توقيع هذه الاتفاقية بخصوص طبعا التعاون اللي هيتم خلال الفترة القادمة يمكن الأستاذ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظابي الرياضي وعلى يمين الأستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعدو المنتدب لشركة بريزينتيشن سبورت ممثلا عن الشركة المتحدة للرياضة والأستاذ خالد الدرندلي أمين سندوق أو نائب رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم طيب الفكرة في حد ذاتها أنها تكون البطولة بدل ما كان الأول بيشارك بطل الدوري وبطل الكاس في لقاء سوبر؟ لا هتبقى البطولة بمشاركة عدد أربع فرق بطل الدوري اللي هو الموسم الأخير بطل كأس مصر بطل كأس الربطة وصيف الدوري العام وتم تحديد حاجات كتيرة جدا في حال لو كان مثلا بطل الدوري هو بطل كأس مصر أحيانا بيحصل بالتأكيد في مصر بطل الدوري هو بطل الكاس طب ساعتها ملا هيشارك؟ هيشارك وصيف بطل الكاس يعني بطولة الكاس الحالية اللي لسه ما خلصتش لو الأهل فاز بطولة الكاس وجمع الدوري والكاس هيشارك وصيف كأس مصر طيب في حال حصول بطل كأس مصر على كأس ربطة الأندية بس ده بقى خلال السنين الجاية لأن السنة دي بطل كأس الربطة هو سيراميكا كليو بطرة وبالتالي سيراميكا خرج من الكاس فمن اللي هيشارك؟ ساعتها هيستبدل أيضا بوصيف كأس مصر يعني ساعتها لو بطل الكاس هو بطل كأس الربطة هيشارك وصيف الكاس طيب في حال تقرأ نفس الفريق في البطولات دي هتكون الأولوية لترتيب الدوري المصري ممكن تيجي سنة من السنين تلاقي بطل الدوري هو بطل الكاس هو مثلا بطل كأس الربطة أو تلاقي مثلا بطل الدوري هو بطل الكاس فهتروح للوصيف كأس مصر فبالتالي إنت لو عندك فريق تقرر ثلاث مرات هتضطر تروح ساعتها بقى لترتيب الدوري المصري زي ما بيحصل في المشاركة الإفريقية بتستبعد فكرة كأس مصري عشان البطولة ما بيتمش حسمها فبتروح لترتيب الأولوية في الدوري المصري من الأول لغاية الرابع فده المعايير أو دي المعايير اللي هيتم الاعتماد على أساسها خلال الفترة اللي جاي عشان يتم اختيار الأربع فرق اللي هيتشاركوا في كأس السوبر المصري للأبطال الاتفاق ده تم لعله عنه رسميا النهاردة في أبو ظابي وكلنا عارفين إن أبو ظابي استضافت ست نسخ من بطولة كأس السوبر في النظام القديم لما كان بطل الدوري بلاعب بطل الكاس 2015 2017 2018 2020 2022 2023 نتمنى يا رب إن شاء الله نشوف مسابقة قوية بتعتمد في المقام الأول على الليحة وعلى النظام اللي هيتم اعتماده خلال الفترة اللي جاية وفي تصرحات مهمة جدا قالت في هذا اللي الشال أولى المهندس سيفي الوزيري وجه شكره لمجلس أبو ظابي على الشراكة المتميزة والمثمرة في هذا الشأن لا فتن إلى أن هناك مؤتمر صحفي سيعقد فيه أبو ظابي خلال شهر تسعة للإعلان عن كافة تفاصيل الاتفاق ونظام البطولة وموعد انطلاقها والفرق المشاركة لغاية دلوقتي لنسا ما حدش تكلم عن الفرق المشاركة هو الأول تم الاتفاق على تنظيم هذه البطولة وتم الاتفاق على فكرة إن البطولة خلاص هتعتمد من الموسم الحالي عشرين تلاتة وعشرين وتم الاتفاق والإعلان إن البطولة هتكون لمدة أربع مواسم وتقالت المعايير بطل الدوري بطل الكاس بطل كأس الربطة ووصيف الدوري دي الشروط اللي تقالت بخصوص المشاركة خلال الفترة اللي جاية طبعا في المقام الأول ما فيش فكرة بقى اللي تقالت قبل كده أصلي هيتم الاستعانة بفريق الشركة الرعية هي اللي ترشحه لا الكلام ده خلاص يعني احنا بنتكلم عن الأمور الرسمية الأمور الرسمية فيش الكلام ده خلاص الأمور الرسمية بنتكلم على الفرق الأبطال بدليل البطولة نفسها اتغير المسمى بتاعها وبأسمها الكأس السوبر للأبطال وبالتالي هذه البطولة منتظر تحديد معادها والفرق المشاركة خلال الفترة اللي جاية طالما البطولة هتتلعب في عشرين تلاتة وعشرين يبقى وانت مغمض عينك كده بطل الدوري هو الأهلي بطل كأس الربطة فريق سيراميكا كيليو بطرة وصيف الدوري بيرامدز يمكن دي الفرق الأقرب حتى الآن تبقى للمعايير دي هي اللي هتشارك بطل الكاس هيبقى مين ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية لو الأهلي وبيرامدز وصلوا فينال هتبقى الأمور سهلة كتير سهلة سهلة كتير قوي قوي ليه؟ تبتتكلم على أن الأهلي بطل الدوري وبيرامدز الوصيف وفي نفس الوقت الأهلي وبيرامدز هم طرفاء نهاء الكأس في حال تغطيهم المراحل القادمة للوصول إلى مباراة نهاء الكأس مش هنسبق الأحداث وهنستنى الفترة الجاية لما يتم تحديد المعايير النقطة بس الخلافية اللي ممكن الناس كلها بتتكلم عليها دلوقتي في شهر تسعة إعلان التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي هل الكأس مصر هيكون خلص ولا لسه؟ يعني هل الكأس في وقتها هيكون خلص ولا لسه؟ لأن المفروض بعد الأهلي ما يخلص مطش المصري يوم الخميس اللي جاي يوم ثلاثة تمانية البطولة هتتوقف لحين تحديد موعيد مباراتي نصف النهائي الزمالك في مواجهة بيرامدز والأهلي إن شاء الله في حال التخطع يواجه أمبي إمتى المطشاط مش عارفين؟ هل المطشاط هتتلعب قبل معاد المؤتمر الصحفي؟ محدش لسه عارف لأن المفروض تبقى للمعايير دي بطل الكأس هل لو المطشاط دي اتأخرت شوية هيستعينه بآخر بطل كأس مصر؟ ساعتها يبقى الأهلي بس الوصيف ساعتها كان بيرامدز فهنشوف خلال الفترة اللي جاية عايبقى فيها يعني ديالوك شوية في مسألة موقف كأس مصر إن الموسم للأسف لم ينتهي بالنسبة للكاس كنا نتمنى إنهاء الموسم كله دوره وكاس ولكن مسابقة بالكامل مسابقة بالكامل اتأجلت لمشاركة الزمالك في بطولة ودية في البطولة العربية اللي بتقام حالياً في المملكة العربية السعودية أنا بركز في التفاصيل دي لأن التفاصيل دي مهم لأن الأهلي ما بيجي يشارك في بطولة رسمية قرية بيتكلموا عن التأجيلات لكن لما بتبقى فيه بطولة ودية بتأجل مسابقة مهمة زي مسابقة كاس مصر حدش بيتكلم حدش بيجيب سيرة حدش بيقول هي مسابقة الكاس مش كاملة ليه فين مطشاط نصف النهائي فين تحديد مبارات النهائي حدش عايز يتكلم هي بطولة كاملة رسمية تأجلت عشان بطولة ودية لغاية لما نشوف بطولة الكاس هتتلاقى بإزاي خلال الفترة اللي جاي طيب الآلي النهاردة استقاني في تدريباته بعد الفوز على الدخلية بالأمس بهدفين مقابل لا شيء في مباراة دور الستاشر مطشي كان صعب لأن مطشاط الكاس دايما بيبقى فيها مفاجئات ولكن الآلي مبارح كولر لعب بالتشكيلة الأساسية كولر كان حريص أنه يلعب مباراة الدخلية بالتشكيلة الأساسية كل الكلام اللي تقال أصل فرقة الدخلية مش منها لعيبة كتيرة على عبد العال قدم استقالة راح يشتغل في الجونة كل التفاصيل دي الآلي ما اشتغلش عليها الآلي كان داخل مباراة بالفول تيم بالتشكيلة الأساسية بدليل بص على خط اللجوم تاو الشحات كهرباء حارس المرمى محمد الشناوي المطش مبارح كان مع عرب شوية بس قدر الأهلي بهدفين مقابل لشيء يقتنس الفوز والتأهل لمواجهة المصري هدفي لبير ستاو ومحمد مجدي أفش طيب دي مباراة الدخلية مطش المصري آخر مطش للفريق السنادي في الموسم لأن بعدها فيه أجازة وراحة سلبية خلال الفترة اللي جاي النهاردة أول تدريب من النهاردة اليوم الخميس فيه برنامج تدريبي أعدوا مرسي القولر كل التفاصيل دي بالتأكيد أنا أعرفها من خلال زمينا كريم أحمد موفد قناة الآلي اللي موجود حاليا في مقر النادي الآلي بالجزيرة عشان نعرف منه كل التفاصيل كريم مسائل فل عليك إزايك مسائل خير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك والكل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الآلي آخر الأخبار عندك بقى والنهاردة أول تدريب بعد مباراة الدخلية وأكيد تفاصيل كتير عايزين نعرف مطش المصري الآلي باستعدله إزاي البرنامج التدريبي من النهاردة لغاية معادة المباراة من الخميس بعد مطش المصري كولر بيحضر إزاي للموسم الجديد في راحة سلبية مدتها قد إيه كل الأخبار بالتأكيد بينخلاك أنا أعرفها وكل جمهور الأهلم استني يسمع منك كل الجديد بالتأكيد طبعا محمد طبعا أكيد لابد أن احنا نبارك للنادي الآلي على مباراة الأمس زي ما أنت قلت محمد مباراة الكاس يعني مباراة النوك أو التحديدا فيها مفاجئات كثيرة لكن ميستر كولر كالعادة كان عنده إتقان كبير جدا في التشكيل استخدم كل العناصر أنت عارف طبعا السيد الكولير الحربية نادي الداخلية الإسلوب طبعا الخططي اللي بيلعب به سواء مع الكابتن علي عبدالعال أو مع أي مدير فني تضييق مساحات أمور عديدة جدا عشان كده شفنا الحقيقة صعوبة المباراة لكن الحمد لله ممكن تحقي الهدف المطلوب في هذا التوقيت وفي نهاية الموسم وفي الموسم الحقيقة اللي يعني كل لعبة النادي الأهلي يعني بتقول يا رب الموسم يخلص عايزين شوف الموسم هينتهي إمتى لأن تعارف محمد يعني أما اللعب يوصل لمرحلة التشبع في كرة القدم في التدريبات كل 48 ساعة مباراة كل 48 ساعة معسكر تدريبات يومية أمور الحقيقة يعني كالناس بعيدة شوية اللي بتتابع لكن احنا يمكنش متواجدين عن قرب بنسمع طبعا بعض الأحديث اللعيبة الكل عايز ينطلق ياخد أجازة رايح عشان كده إن شاء الله بإذن الله بنتمنى مباراة المصري بإذن الله نادي الأهلي ينهيها بكل الجدية وبالنتيجة المطلوبة بالأداء المعتاد لفريق النادي الأهلي نعرفين طبعا المباراة يكون يوم الخميس فيها السادسة مساءنا الأستاذ برج العرب وهي المباراة الأخيرة قبل التوقف إن شاء الله بإذن الله فإن شاء الله مستر كولر كعدته واللي احنا شايفينه الراجل أيضا مباراة المصري هتكون فول تيم وده أمر مهم جدا إن انت تفنش الدورة وتفنش الكاس بالظهور المميز جدا فيه نقطة مهمة جدا بعض اللعيبة مجهدة بشكل كبير جدا محمد يعني ده أمر مهم جدا جدا الراجل بيحاول أنه يعمل روتيشن لكن في نفس الوقت فيه إجهات كبير جدا على العيبة لكن في نفس الوقت خلاص يمكن ده الأمر المعتاد إحنا قدامنا ثلاثة يام خلاص وكل العيبة إن شاء الله بإذن الله يكون في أجازة لكن التحضيرات مهمة جدا لمباراة المصري كمان في مباراة الكاس وبتقابل نادي المصري في الطلط الدوري ممكن يكون عندك مرحلة تعايد لكن مباراة الكاس مختلفة بشكل كبير فإن شاء الله بإذن الله مستر كولر كعدت يكون موفق جدا في التحضير الذهني والنفسي والبدني أيضا كمان لفريق المصري تدريب فريق النادي الأهل النهاردة محمد يكون فيه تمام الساعة السادسة مساء وده أمر يمكن درجة الحرارة مش عالي أو طبعا على مدار الأيام الموضية فإن شاء الله بإذن الله ما يطاولش التدريب ساعت بمتواجد ستة لكن مع درجة الحرارة بيدي محاضرة تصل لخمسة وربعين ديئة عشان يكون متواجد شوية فيه الساعة سبعة لربعة لإسقين الشمس نزلت شوية لكن إن شاء الله بإذن الله ينطلق تدريب فريق النادي الأهل في تمام السادسة استعادات الحمد لله بالنسبة للفريق النادي الآله مهمة حابين نتطعم النهاردة إن شاء الله منتظرين نشوف محمد شريف في التدريبات محمد غاب عن المباراة الأخيرة أو عن التدريبات الجامعية إن شاء الله يكون في فحص طب للوقوف على الدفع بيب في القائمة استمرار متولي والسلية في التأهيل في تأني كبير في كل مرة بنقول هذا الأمر في الدفع بيب اللعيبة اللي راجع من إصابة وكمان مع مباراة المصر هي المباراة الأخيرة فيمكن هيكون في تأني بشكل كبير جدا على متولي والسلية لكن هو محمد شريف إن شاء الله اللي بننتظر نشوفه في تدريبه اليوم عشان تكون فرصة أخيرة للمحمد إن شاء الله يتواجد في مباراة المصري نقطة المهمة جدا محمد وهي عاقب انتهاء مباراة المصري من خلال معلوماتنا مستر كولر طبعا يمكن حصل على موافق أنه يكون متواجد في سويسرا ليقضاء الأجازة والعيبة النادي الأهلي يمكن أن تأخذ أجازة تصل لعشرين يوم محمد هتكون أجازة مهمة جدا أيام لابد لعيبة النادي الأهلي أن هي يعني فضي زينها بشكل كبير جدا من كل التدريبات ومن كل المباريات وكل الأمور دي عشان يبقى راجع على الموسم القادم بكل جدية ده أمر مهم جدا الأجازة بتبقى أسبوعين لكن احنا متعودين في نهاية كل موسم بتمتد لمدة عشرين يوم فيمكن ده القرار اللي تم الاتخاذه من الجهاز الإداري كابساد عبد الحفيز مستر كولر الجهاز الفني بالكامل لكن زي ما بقولك يا محمد هي النقطة المهمة جدا أنت تفنش الدوري أو الكاس بمباراة المصري بفوز وبأداء وبنتيجة بنتظرة بالتأكيد كل جمهور النادي الأهلي يعني بتكلم في تلت أسابيع أجازة يا كريم بعد مطش المصري بالتأكيد آه يعني تصل لتلت أسابيع بالتأكيد يا محمد تصل لتلت أسابيع زي ما بقولك اللعبة متشبعة بشكل كبير جدا كل عايز صف زهنه وممكن دي فرصة مهمة جدا كمان أنت هتخش على موسم قادم مليء بالمباريات مليء بالبطولات محتاج كل الجهد وكل التركيز يكون فيه يعني الزهن زي ما بقول الزهن فاضي خالص لابد أن أنت تريح نفسك ما يبقاش فيه أي تفكير لابد أن أنت تخش الموسم بكل جدية لأن جمهور النادي الأهلي تعرف محمد زي ما فنشنا بموسم عظيم الحقيقة هذا الموسم النادي الأهلي وجمهوره محتاج الموسم الجاي يكون أكتر من كده كمان وهو ممكن قادر النادي الأهلي في هذا الأمر عشان كده إن شاء الله بإذن الله يارب يكون التدعمات اللي ممكن بيقوم بها مجلس إصدارة النادي الأهلي والصفقات تكون موفقة بشكل كبير جدا لعبتنا أيضا كمان الرجع من الأعارة يكون فيه استفادة بشكل كبير جدا لها في الموسم القادم سكوادي اللي معانا أمر مهم جدا أن أنت تركز عليه الفترة اللي جاية عندنا تيم مميز عندنا لعيبة كبار عندنا عقليات مهمة جدا عندنا مدير فني وجهاز فني على أعلى مستوى عشان كده طمعين الموسم القادم إن احنا نحقق أكتر من كده محمد وإن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يصعد كل جمهور النادي الأهلي خلال الموسم القادم زي مهننا كريم أحمد مفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإيضاحات كلمنا على موقف محمد شريف هيحاوله وطمئنه عشان يشوفه موقفه ماتش المصري الأجازة والراحة ده خبر مهم جدا بنتكلم يعني عشرين وواحد وعشرين يوم أجازة ده ما حصلتش من فترة طويلة جدا يعني ده أبقى شيء رائع جدا بالنسبة للاعبين والجهاز الفني في التحديل الموسم اللي جاي الموسم اللي جاي هيبقى إزاي قبل منطق اللي ملفه مهم جدا الناس كلها أكيد سمعتنا في بداية الحلقة بنتكلم على موقف لجنة الحكام والتشكيل الجديد للجنة خلال الفترة اللي جاي ده أمر مرتبط ببيان الأهلي اللي صدر منذ أيام قليلة جدا وده مرتبط بحاجات كتيرة موقف لجنة الحكام تطبيق اللوايح والقوانين إرسال عدالة على المسابقات وتطبيق الليحة والقانونة على الكبير قبل الصغير كل دي حاجات بالتأكيد هنتكلم فيها في الجزئيات اللي جاي ولكن الآل الفترة اللي جاي مقبل على بطولات كتيرة جدا أولا هتاخد أجازة من يوم تلاتة تمانية بنتكلم في عشرين وواحد وعشرين يوم يعني هترجع مثلا على يوم تلاتة وعشرين تمانية أو أربعة وعشرين تمانية بالتأكيد محتاج كمان على أقل يعني تلات أسابيع شهر يعني للتحضير للمسم الجديد منهم معسخر إعداد أكيد بيتم الترتيب ليه خلال الفترة اللي جاية فانت داخل على مرحلة صعبة بداية المسم هتكون الأجندة الدولية من سبعة لاثناشر تسعة دي أول حاجة في بداية المسم منتخب مصر عنده مطشين في بداية المسم من سبعة لاثناشر تسعة بعد كده في مطشين تأكد رسمين الأهل هي لعبهم منتصف تسعة وتلاتين تسعة دي مطشط دور الاتين وتلاتين الدور التمهيد التاني في دور أبطال إفريقية وارد وارد أن يتلعب السوبر الإفريقي بين الأهل والتحاد العاصمة في الفترة دي في الفترة دي وده احنا قلناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت وشرحنا كأوليس كتيرة في ملف السوبر الإفريقي طيب كأس الربطة أو أصد سوري كأس السوبر للأندال أبطال بالنظام اللي تقال دلوقتي لسه هيعلن في شهر تسعة معادل بطولة ولكن لما تبص على الأجندة هتيجي في شهر عشرة في أجندة دولية في منتصف أكتوبر بعد كده الأهل عنده دور السوبر الإفريقي الدور الأفريقي الممتاز من عشرين عشرة لأحداشر حداشر وفي التوقيت ده الأهل مش هلعب أي مباراة محلية ده قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي فبالتالي شهر عشرة ونوفمبر داخل فيه المتشاط دي طيب بعد ما تخلص متشاط حداشر حداشر يعيب عندك أجندة دولية في منتصف نوفمبر تخلص منها تروح على دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وبالتالي انت قولي ده مستمر في المشاركات القرية ولسه ما لقبتش حاجة في المسابقات المحلية تروح بعدها لكأس العام الأندية من 12 ل 22 ديسمبر بعد كده عندك كأس قوم إفريقيا في يناير وفبراير دي الأجندة اللي جاية للأهلي إمتى البطولة كأس السوبر اللي هندية الأبطال يعني من المتوقع ده انتظار التحديد ده في المؤتمر الصحف الرسمي اللي هيتعمل في الإمارات في شهر 9 متوقع إن البطولة تتلعب في أول أسبوع في شهر 10 يمكن ده أكتر توقيت فيه فراغ ممكن يتلعب فيه هذه المباراة ولكن الناس مستنيها بس بلورد بعض التفاصيل عشان يتم الإعلام بشكل رسمي في الظل إن فيه حاجات قرية يعني لسه الكاف ما أرسلش فيها خطابات رسمية للتحاد الكورة وإحنا عارفين إحنا كإعلام ممكن نتعامل مع الموعيد طبقا للمصادر ولكن التحاد الكورة والربطة ومجلس أبوظابي لازم يتعامل من خلال مخاطبات رسمية فيه نقطة تانية مهمة جدا لقال يا جماعة لما بياخد قرار بالمشاركة في البطولة بيشارك بناء على كذا معيار أولا وجهة النظر الفنية للمدير الفني ثانيا احترام الليحة وتطبيق القانون عشان الليحة تتطبق على الجميع فبالتالي إعلام بيشارك في البطولة بيناقش كل التفاصيل دي في اجتماعات رسمية فهنستنى الفترة الجاية نشوف الآله هيبقى مقبل على إيه لأنه عنده استكمال الكاس القديم اللي احنا فيه إن شاء الله في حال تخط المصر يوم الخميس عنده الدورة العام الموسم الجديد عنده كاس مصر الموسم الجديد فيه كاس ربطة الموسم اللي جاي كاس السوبر للأندية الأبطال السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة دوري أبطال إفريقيا كاس العالم للأندية أجندة دولية للمنتخف في شهر تسعة وعشر وإحداشر كاس عالم أندية في شهر اتناشر كاس أوم إفريقية دوري المجموعات في شهر نوفمبر وديسمبر واستكماله في شهر فبراير يعني زحمة غير طبيعية ربنا يكون فعون الجهاز الفني واللعيبة في الفترة اللي جاية طيب آخر حاجة بالنسبة لكلر كلر مبارحة سأل سؤال في المؤتمر الصحفي هل أنت راهن بقاك في الأهلي بالتعاقد مع رأس حربة أنا على المستوى الشخصي اندهشت من السؤال يعني هل حد يقدر يسأل مدرب في أي مؤتمر صحفي في العالم أنت راهن بقاك في فرقة لحين التعاقد مع رأس حربة أو أي صفقة يعني في أي مركز ما فيش الكلام ده كلر مبارح رد على فكرة وقال الكلام ده مش حقيقي إزاي أربط تعاقدي واستمراري وتمديد تعاقدي مع الأهلي باللأنا الأهلي نجح في التعاقد مع رأس حربة أو لم ينجح مين اللي قال الكلام ده على فكرة ممكن البعض يسمع السؤال ويعدي لكن الجزئية دي كويس من بدري أن هي تسألت لأن يبدو كده أنه كان فيه ستوري بتتحضر للفترة اللي جاية خلاف بين كلر ولجنة التخطيط خلاف بين كلر وإدارة النادي عدم التعاقد مع رأس حربة حتى الآن ده يسبب أزمة للمدير الفني دخلين كده إيه في قصة لذيذة ظريفة البعض يحاول يسيرها خلال الفترة جاية ولكن كلر أفالها بدري ورده في المؤتمر الصحف مبارح كان أكبر دليل أن الموضوع ده بلونة بيحاول البعض يطلحها لكن الراجل أجهضها من البداية وقال الكلام ده مش حقي طيب الملف التاني اللي هتكلم فيه قبل مطلع الفصل والملف ده شائق جدا لأن على مدار 48 ساعة شفنا مواقع كثيرة بتتكلم على تعديلات وتهديدات بتحصل في حال إجراء تعديل على شكل لجنة الحكام في الموسم الجديد هنستعرض ثلاث أخبار كانوا النهاردة ومبارح موجودين في السوشيال ميديا وفي بعض المواقع الكبيرة بيتكلموا على هذا الموضوع أول حاجة النهاردة اليوم السابع نشر وقال جهات جريشا يقترب من التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة ده أول حاجة النهاردة كانت موجودة قدامكم على الشاشة النهاردة الاتنين الساعة 12 الاربع الظهر اليوم السابع كتب جهات جريشا يقترب من التشكيل الجديد للجنة الحكام وفيتور بيريرا حدد 6-8 موعد للمؤسقر الأول طيب دي جزئية فيتو امبارح اعتقد انا شفتها امبارح بس ما عرفش تاريخها كان امت بالزبط بس هي كانت في الـ 48 ساعة اللي فاتت يعني انفراض تفاصيل تهديد بيريرا بالرحيل عن لجنة الحكام اه ده بتاريخ السبت اول امبارح بسبب جهاد جريشا فيتو قالت من مصادر مؤكدة في اتحاد القرى في ازمة عنيفة ما بين بيريرا واعضاء في اتحاد القرى وعدد من اعضاء لجنة الحكام بسبب اصرار بيريرا على ضم جهاد جريشا يعني بيريرا عايز جهاد ولكن في اعضاء في الاتحاد وفي اعضاء في اللجنة رفضيني الجزئية دي دي بالنسبة لي برضو غريبة جدا الملف التالت او الخبر التالت وده نشر في القاهرة 24 مصدر للقاهرة 24 ده مبارح اتحاد القرى قرر تأجيل مؤتمر بيريرا خوفا من تواجده الحكام الغاضبة من تأخر المستحقات المالية المتأخرة الفكرة ان النهاردة الضهر وانا كنت عايز احضر المؤتمر ده وعايز اسمع اشوف بيريرا هيقول ايه لكن فجئنا ان بعد الاعلان في مؤتمر لبيريرا النهاردة طلع خبر مبارح من اتحاد القرى الغاء المؤتمر الصحفي ليه؟ بدون اي اسباب قال لك اصل بيريرا مش هيتكلم دلوقتي الا ما يخلص الموسم ايوا اني موسم اصل مطش المصري الخامس اللي جاي ما هو لما اعلنوا ان فيه مؤتمر صحفي كان معروف اساسا مطشات الكاسة تخلص امتى ولكن فجأة قال لك لا الغاء المؤتمر مبارح القرى 24 قال لك لا ده المؤتمر اتلغى عشان النهاردة كان فيه وقفة للحكام بسبب موضوع المستحقات فيه تفاصيل كتير وانا معاودتكم دايما بحب اتكلم في الكواليس والاخبار ولكن النهاردة هستعين باحد الحكام السابقين ومحاضر تحكيمي بيبقى عنده معلومات وداتة مهمة في الملف ده الكابتن محمد صلاح عبد الفتاح كابتن محمد مساه الفل محمد ازايك عامل ايه؟ الله يسلمك انا شفت ثلاث اخبار بصراحة يعني يعني الموقف ده يقول ان الفترة اللي جاية فترة صعبة داخلين على مشاكل كتير وله اللي كان بيحذر وبيقول يا جماعة اهتموا منظومة التحكيم لان الموسم اللي جاي مش هينفع يبقى فيه اخطاء نفس اللي حصلت الموسم الماضي صحة الاخبار دي والموقف الرسمي داخل اللجنة موضوع بريرا ويلغي المؤتمر موضوع تشكيل جديد للجنة الحكام وطرح اسم جهاد جريشة وغضب اعضاء في لجنة الحكام فكل التفاصيل دي اكيد نسمع منك كابتن محمد لو عندك جديد وكواليس في هذا الموضوع تعيب حدقلك بالمؤتمر اللي تم إلغاء وطبعا اتفضل قلت نقطة مهمة جدا ان الناس عارفة حددت معاد المؤتمر وبعدين لغت المؤتمر فجأة لان هم عارفوا ان الحكام بعد ما قابلوا الاستاذ وليد العطاري من فترة وحدد اتحاد الكورة حدد يوم 25 تابعة صرف المستحقات وعدى تاريخ من غير صرف المستحقات فالحكام قررت انها تروح اتحاد الكورة يوم الحد اللي هو المعادل اللي قابل اللي هو امبارح تمام فلما اتحاد الكورة اعلن المؤتمر هيب الاثنين الحكام قررت انها تأكل المعاد ويبقى يوم الاثنين عشان تدخل تتحدث مع وسائل الاعلام وتحرج اتحاد الكورة لان هم عندهم استفاز من اللي بيحصل ازاي انت هم بيقولوا رئيس لجمة حكام بيتقادة 18 الف يورو في الشهر واحنا ما بناخدش مستحقاتنا وطالع تتكلم عن التطوير وطالع تطلبني ان انا اطمرا وعندي اختبار وعندي متطلبات كتيرة جدا وانت ما تتميش حقوقي بالسنة اللي فات المفروض ان انت تطالع تتكلم عن التطوير فهما كانوا رايحين يحرجوا اتحاد الكورة ويحرجوا لجمة الحكام قصاد وسائل الاعلام فلما ده وصل المعلومة دي وصلت اتحاد الكورة قرروا الغاء المؤتمر وده بكل وضوح لكن موضوع بعد دور الثمانية وبعد انتهاء الموسم هو الموسم خلص بالفعل فده كان سبب هم من كانت سبب فده سبب المعلومة يعني الغاء المؤتمر جاء بسبب ان الحكام كانوا يعملوا وقفة في الاتحاد النهاردة عشان المستحقات المالية المتأخرة وبالتالي بريرا واللجنة والاتحاد لغوا المؤتمر مش وقفة هم كانوا قرروا لما لقوا وسائل الاعلام موجودة فكانوا داخلين يحرجوا بريرا داخلين يقولوا طب انت فين مستحقاتنا من المؤتمر انت حتى ما بتطلبش بيها يعني انت ما بتشتغلش على التطوير انت طالع تقول كلام مرسل لكن على الارض الواقع ما فيش تطوير ودي حقيقة على فكرة هم الحكام هتتكلم في التطوير ازاي والناس لها فلوس بالضبط انت ألف به تطوير انت بتبدأ موسم جديد ومستحقات موسم بالكامل بالكامل مش محدش خدها وطالع تتكلم في تطوير فده استفزل حكام فكانوا عايزين يحرجوا الناس والدمراء العام هتلقى المؤتمر اه وتوقعاتي اعتقد مش هيتعمل تاني انا اعتقد ده اعتقد ده لان هو الموضع يعني الموضوع بقى شكله بحرك وهو يعني ما عندهش جديد يقدر يقوله الا بعد ما يشكل لجمة الحكام يعني هو كمان كان طالع قبل التشكيل وفي مشاكل جوة داخلية جوة لجمة الحكام هو رافض اسماء بعينها وده تحدث فيه مع اعضاء مجلس الاتحاد الكورة وقال لهم انا مش عايز اسماء بعينها فهو في البعض من اعضاء مجلس الاتحاد الكورة يعني بيحاولوا اقنعوا بالابقاء عليهم ومع تغيير يعني البوزيش مع تغيير يعني كل واحد يعني اللي مسك التعينات يقوله طب خلاص هنريحوا دم التعينات اللي بعتنا نحطوا في حتة إدارية لكن خليهم فالأمور فيها سرعات فبريرة مش مرتاح وخصوصا انه كمان هو لما وصله وبيوصله كل حاجة بتتقال عليه في الإعلام بيوصله كويس قوي ولقى ان الألام كله بيتكلم عن التعينات فهو كمان ما بيدخلش في التعينات فدي راح تتكلم فيها مع المجلس وقال لأنا مش عايز مسؤول التعينات معايا ودي قالها بمنتهى الوضوح منتهى الصراحة يعني هو عمل اجتماع مع عدد من أعضاء اتحاد الكورة وطلب فيها تعديل على اللجنة لان كده كده اللجنة المفروض كلها تقدم استقالة بعد مطش الأهل والمصري والخميس لان ده موسم جديد لازم كل اللجن بتقدم استقالات وبالتالي الاتحادية اما يجدد الصقة اما يعين أعضاء جدد فالرجل طبيعي يطلب تغيير ولكن طب هو طلب تغيير هل عنده أسماء مرشحة هل عنده فكرة عن الأسماء اللي ممكن تكون مطروحة بديلة للأسماء اللي معاه يعني هو الفترة الأخيرة موجود في مصر بقى له ثلاثة أربع شهور عنده خلفيان الأسماء اللي موجودة في التحكيم في مصر ولا هيستعين بحد هو اللي تواصل معهم بالفعل والذي يعرفهم والتي تواصل معهم كابتن سيد مراد كابتن تامر دوري كابتن جهاد جريشة دول تواصل معهم بالفعل وطلب انهم يكونوا موجودين معاه تواصل مع التلاتة تواصل مع التلاتة بس مين هيكون موجود مين حيوافق يكون موجود وإيه هو وضعيتهم في اللجنة اللي احنا لسه مش عارفينه لكن اللي أنا عارفه واللي متأكد منه ان الكابتن تامر دوري الطلب عشان يكون هو مدير لتقنية الفيديو يكون هو المسؤول على تقنية الفيديو وعاوز يعمل لجنة فنية ويكون لها رئيس مين بقى الكابتن سيد مراد او الكابتن جهاد جريشة الله أعلم لكن هو طلب كمان من المجلس الإدارة انه هو هيكون يقيده في التعينات وهو عايز مستشار ليه في التعينات يعني هو لا يعين للموسم الجديد وعايز مستشار ليه للتعينات كمان اه ده اللي هو طلبه بشكل رسمي من المجلس احده كورا لكن طبعا مين اللي حيساعده بقى بالشفافية هذا اللي احنا بتنينه وخصوصا بعد مشكلة التعينات الأخيرة عملت انسضام كبير جدا 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 جوه لجنة الحكام طيب عايز اقول لك بالمناسبة لجنة الحكام يعني تسر رابط تسر رابط شوية معلومات ان هي بتقول ان بيرا كان هيتطلع يتكلم في المؤتمر الصحفي عن تصنيف الحكام انا بس رسلت لجنة الحكام واللي صرب المعلومة دي انا بقول له انت اي تصنيف اللي بتتكلم عنه وان ان انت المسلم اللي فات ادار الدوري اربعة واربعين حكم في منهم سبعة تمانية في من نفسهم قدر مباراة ومباراتين على اي اساس التفقية طيب جزئية التلات اسماء اللي كلمهم من ضمنهم اسم الكابتن جهاد جريشا فيتو كتب خبر واعتقد الخبر ده فيه تفاصيل يعني اتخوف ان الراجل عايز يعمل تعادلات زي ما انت قلت فعلا وكلم جهاد جريشا ولكن ان الاتحاد فيه ناس رفضت واعضاف اللجنة قبدوا غضبهم وبالتالي دي تفاصيل ممكن تكبر الراجل على الرحيل هل الكلام ده فعلا وصل للمرحلة دي ولا ده ممكن لسه كلام يعني الناس بتحول تسبق الاحداث ولكن لسه كلام ما حصلش هقول لك حاجة اول مرة الناس تسمحها على الهواء اتفاضي قال كده نصطد في اسماء بعينها لو تواجدت معايا في لجنة الحكام انا مش هكمل على طول قال كده اه لكن انا مش هقول اسماء ومنع الاحراج يعني لكن هو قال في ناس لو كملت معايا انا مش هكمل وهو مش عايزه نهائيا يبدو ان الرجل خلاص خاف على اسمه بعد اللي حصل في الفترة الاخيرة هو اللي حصل في الفترة الاخيرة كل الناس هيفام يعني احنا مش بنقول حاجة مستخبية لكن طبعا اللي اثار حفظته بشكل مستفذ التعينات اللي كان سيها استفتاز كبير جدا حتى ليه الحكام مش الجريرة بس نوعي العام الناس ده بتتكلم اخر عشر مباريات مثلا انت بتتكلم في ثلاث اربع حكام بيتكرروا بشكل استفز الحكام بشكل كبير جدا طبعا لو لك على معلومة انا سمعتها تقول لي صحة او غلط هل الحكام الدوليين اللي منهم دلوقتي موجودين في المملكة العربية السعودية راهوا عملوا اجتماع خاص مع بيريرا اشتاكلوا من نقاط محددة وقالون ان الكلام ده لو حصل السنة الجاي عشان عندنا قيمة دولية واستعداد لبطولات كبيرة احنا هيكون عندنا مشكلة كبيرة مع الكاف والفيفا اه طبعا ده حصل حصل اه اه حصل وهدوه ده حصل كمان اكتر من مرة حصل في المعسكر اللي كان في بورسعيد اه حصلت قاعدة تانية والحكام قاعدت معا تفهمه يعني على سبيل المثال عندنا الحكام الدوليين اللي هما بيشاركوا في البطولات في افريقيا الحكام دي لازم تشارك بشكل مستمر في الدوري المحلي لان عدم تواجدهم بيأثر عليهم بشكل سلبي في تعينات افراد انا بحس ان هما بيتعاقبوا يا كابتن محمد هما بيتعاقبوا لان التعينات عايز اقولك التعينات ما فيهاش معايير فنية هي التعينات مين المقرب ومين المقرب فالحكام عادت معا قالولوا احنا بتضر احنا لما احنا لازم يبقى نتواجد بشكل منتظم عشان ده بيأثر علينا وكمان في نقطة مهمة اتكلموا فيها ودي بقى الخطر اللي جاي في مستقبل التحكيم ودي لازم اتحاد الكورة ودي بسالة مني الاتحاد الكورة انه لازم يشوف ان القائمة الدولية في معايير جديدة الاتحاد الدولي وحاخد لك مثال ببيتر كاماكو في الحكم بيتر كاماكو في كينيا عايز اقولك ان الدور الكني ما في مستقنية تخيل لما بيتر كاماكو واحد من الاقوى المرشحين دلوقت لكاس العالم عشان مع الشرطين شارة الملعب والشارة الدولية انا بتكلم في الشارة مش رخصة الشارة الدولية لتخنية الفيديو والشارة الدولية اللي هي كحكم في الملعب لما يبقى في مفضلة بينه بين مثلا محمد معروف او امين عمر على ساتة هم حكام نغبة ويختاروا بيتر كاماكو لانه هو حاصل على الشرطين وديك روط الاتحاد الدولي ياه اه طبعا مين هنا اللي هتحمل مسؤولية ان احنا نفطت مقعد في كاس العالم ونقعد بقى بعديها نقعد نقول احنا ليه ما رحناش كاس العالم هل اللجنة عرفة الكلام ده اه وجهة نظري اللجنة ما عندهاش دراية خالص باي امور اه الاعتبارات الجديدة بدليل حقول لك بدليل كلامي هم هم بيتحدثوا مع الحكام وبيقولولهم اه بيكلموا في التجديد وسنة الخمسة واربعين سنة والتقاعد والكلام ده تلغى خلاص وفي محاولات لاخناع محمد عادل ان هو يخرج برق قائمة دولية وده طبعا بيقولوله بداعي ان انت عندك خمسة واربعين سنة وده مش موجود وده دليل على ان هم ما عندهمش دراية حتى بتعليمات الاتحاد دولي ولو ايح الاتحاد دولي ان سن التقاعد ده تلغى ما بقاش في حاجة اسمها سن التقاعد اصلا كابتن محمد انت محتاج حلقة انت فجرت كذا ملف معانا في مداخلة وكلام خطير جدا اتقال في كذا حاجة يعني مسألة التعينات مسألة اعضاء اللجنة تهديد بريرة تشكيل اللجنة جهات جريشة السيد مراد تامر دوري المستحقات الغاية المؤتمر ده عايز حلقات كابتن محمد اللي بشكرك انا اللي بشكرك واتمنى اتمنى الفترة الجاية يا رب الملف ده يعني الاتحاد يشتغل عليه بشكل كويس لان النادي الاهلي دايما بيحذر يا جماعة اهتموا بمنظورة التحكيم واحنا هنا هنفضل دايما مستمرين في متابعة هذا الملف لان الاهلي ما بيتكلم في ملف دورنا الاعلامي لازم نستمر في القاءة ضوء على الملف ده لان الملف ده فيه مشاكل كتير اهو في 48 ساعة مؤتمر اتلغى مستحقات حكام عاملة مشكلة قيمة دولية اكيد هيبقى فيها مشكلة كبيرة وخبر مهم قالوا لكابتن محمد صلاح ان فيه اتجاه حتى لخروج محمد عادل من القيمة الدولية موضوع التعديلات اللي في اللجنة ترشيح السيد مراد وجهات جريشة وتامر دوري اعضاء في الاتحاد مش عايزين اعضاء في اللجنة اعترضوا حكم دولي سابق رحل الاتحاد وتكلم مع الناس سينك ماينفعش حكم من التلاتة المرشحين يخش يكون في اللجنة لا لا ده فيه حاجات خطيرة لان المسلم اللي جاي ماينفعش فيه اي هزار نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع لاخر اخبار التريند الصفقات والانتقالات ومكافئة الفيفا للأهل ابرز المعلومات النهاردة معنا والمريكاتو في الصفقات الاوروبية كل ده في اخر اخبار التريند نتابع اتخبنا عن وطن زبدا يا صباح موّل يظوان خرص الي حنا نخلقهاick ج لا يزد ات Gda شناري يبدأ مش موقن ما بعدها كياب السي يلا خلا يلا خلا يلا خلا الله جل 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 الله الله جل 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 الله اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند عشان وقتنا بيجري بسرعة نبدأ بترند الاهلي وحسابه في الجول ياسر ابراهيم يعاني من اجهات في العدلة الخلفية قد تتسبب في غيابه عن مبارات المصري والله ياسر يعني كان الله فعونك وفعون الفريب الكامل الاهلي بيقترب من حوالي ستين مباراة حتى الان في هذا الموسم معدل كبير جدا موسم كان طويل شاق مباريات كتيرة لكن يعني البرقة في الموجودين رامي ربيعة موجود طبعا ياسر بنسبة كبيرة لو الاجهات ده مش هيخليه شارك في مطش المصري يبقى كده ياسر غايب محمود متولي غالبا ممكن ما يبدأش فيبقى موجود رامي ممكن يلعب خالد عبدالفتاح هنشوف كلها رحيفكر ازاي في التشكيل الخاصة بمطش المصري طيب حساب وبطولات بيقولوا الاهلي تسلم مبلغ ربعمية وعشرين الف دولار من الاتحاد الدولي نزير مشاركة لاعبي في كاس العالم قطر عشرين اثنين وعشرين وسيقوم بصرف مكافئة كلر منها خلال ساعات قبل سفره لبلاده لقضاء فترة الاجازة هما بيتكلموا على ان المبلغ ده نتيجة مشاركة علي معلول مع تونس بدر بنون لعب مع المنتخب المغربي في كاس العالم وكان ساعتها بدر بمدة المشاركة لي مع النادي الاهلي دخلت في حيز ان الاهلي ياخد مكافئة لان السنة اللي قبل كاس العالم كان بيلعب في الاهلي معادة اخر ست شهور كان انتقل للدوري القطري فبالتالي توتل المبلغ وصل لحوالي ربمائة وعشرين الف دولار بي كمان بوجود عدد كبير جدا في هذه البطولة وبالتالي يعني ان شاء الله انا تمنى ان يكون الرقم ده جيد جدا الاهلي يقدر يصرف منه مكافئة كلر على الانجازات اللي اتحققت في الموسم الاخير اخر حاجة في تريند الاهلي يلا كورة يكشف خطة كلر لعداد الاهلي للموسم الجديد يعني بنتكلم في اجازة لغاية 22-23 اغسطس وبعدها يرجع للتدريبات في الدوري المصري او في الملعب التتش وبعدها يسافر لمعسكر خارجي طب نروح للمشاركات عشان وقتين اجري معاكم بسرعة والسؤال اللي طرحناه مين افضل لاعب ظهر في مطش الاهلي والدخلية التعليق بصراحة ممتع لان من مين من القبطان الفنان الكبير الاستاذ نبيل الحلفاوي بدأوا قال ايه بص ركزوا في التعليق تحيرت بين تاو بمجهوده وبحرفانة الغمزة الساحرة وبين افشا واسست الغمزة وروآن الهدف التاني فانتهزت حالة الحيرة لاعطي صوتي لرامي ربيعة وموش انضحك لانه ما كانش عارف يدي التاو ولا الحسين او لأفشا لكن ادى لرامي ربيعة طيب اخر حاجة معايا استاذ ماروان بسال خير على حضرتك الاعلام المتقلق دايما شكرا لك يا استاذ ماروان من وجهة نظري ان رامي ربيعة قدم مباراة عظيمة ويستحق رجل المباراة وكل التوفيق لبوبة افريقيا فيما هو قاضي يبدو ان التعليقات كلها والشهادة الكبيرة من الاستاذ نبيل حلفاوي لرامي ربيعة رغم تقلق افشا وتمرير حسين ولمس التاو ولكن ادى صوته لرامي ربيعة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وقتنا جري معاكم بسرعة ولكن غدا ان شاء الله لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء